هذا يسأل يقول يعني رأينا أن بعض الإخوة لما جاءت صلاة المغرب يريد أن يصلي في أول وقت وإلا أراد أن يصلي لوحده فما هو الحكم في تأخير الصلاة عن أول وقتها الحكم أنه جائز ولا يلزم الصلاة في أول الوقت ولا تخرج الصلاة إلا بمجيء أختها إلا صلاة الفجر فإن وقت الفجر إلى شروق الشمس وأما الصلوات الأخرى فإن وقتها ممدود وهناك وقت يضطراري وهناك وقت اختياري هناك وقت اضطراري وهناك وقت اختياري بالنسبة لصلاة المغرب هل يجوز تأخيرها؟ ما يقوله بعض العوام أن المغرب كحد السيف هذا لا يصح وقت المغرب يمتد إلى صلاة الإشارة وقت المغرب يمتد إلى فلو أخرت صلاة المغرب يسيراً أو أخرت لشيء فلا بأس بذلك ومثل أيضاً صلاة الضغر مع العصر صلاة العصر فيها وقت وهو عند غروب الشمس لأن هذا الوقت ما يجوز وهم حرم ولا يجوز الصلاة في ذاك الوقت لأنها تغرب على قرن شيطان المهم يا إخوة أن هذه المسألة فيها سعة العلماء يقولون يستحب أن يصلى في أول وقتها من باب الحزم من باب الحزم وليس من باب الوجوب ولذلك قال علماء من مات في الوقت ولم يصلي فإنه لا يحاسب على تلك الصلاة يعني من مات بعد دخول الوقت فإنه لا يحاسب على تلك الصلاة لأنه ما أخرجه عن وقتها والذي لا يجوز هو إخراج الصلاة عن وقتها إخراج الصلاة عن وقتها نعم The question is some brothers might or some brothers think that as soon as the time of Maghrib comes that they have to pray right away and if the congregation or the people in general that they are with they delay the prayer of Maghrib a little bit within its time that they want to get up and pray by themselves الشيخ حفظه الله he said that this is incorrect and rather the salah all of the prayers with the exception of fajr that their time is from the beginning of their time until the next salah and this is when the time of the salah finishes every salah except for fajr fajr prayer its time ends when the sun rises as for the rest of the salah their time continues and extends until the next salah with also another small exception which is asr that the person should pray before the sun starts setting down before the sun starts setting because the sun sets in the in the hadith that whomsoever prays one raka'a before the sun sets then he has fulfilled or he has prayed on time even one raka'a وأيضا جاء من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر ولذلك أبو بكر رضي عنه قال ما ضرني لما قيل له إنك أطلت الصلاة قال والله قال ما ضرني أن تطلع الشمس علي وأنا أصلي لأنه يجوز في الاستمرار ما لا يجوز في الابتداء يجوز لك عسف لكن تبدأها في وقتها نعم قال ما ضرني أن تطلع علي شمس وأنا أصلي الفجر لأنه وهذه قاعدة ذكر العلم ما يجوز في الاستمرار ما لا يجوز في الابتداء نعم وليس معنى ذلك الإطالة حتى تطلع ولكن هذا من بابي بيان أنه أن العصل هو أن تبدأ الصلاة في وقتها ووقتها هو الموسع الذي يعني وسعه الله عز وجل علينا فلا تضيق ما وسعه الله وفي ذلك وفي حالة على فجر وهو أيضا مخطف هو أن يقصد اهل سيتم أثناء هو زفوة زفاة إنه قالا أنه تحلنا أنه لا يقصد إنه حرمي إنه حالا كان مجرم يعني أنه أكبر تبدأ أنه لا يجوز بدأت بإمكان من شكرا يجب أن 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 يجب as long as he does not delay it until its time ends and our Shaykh Abdullah said if one dies if the time of the prayer comes and it hasn't ended and one dies during that time and he hasn't prayed then he is not considered to having left that prayer and he will not be questioned about that prayer whereas if he delayed it until after its time that is when one is blameworthy